منذ بداية الثورة التشريم ولم تتوقف أحزاب السلطة وميليشياتها عن محاولات قمع الثورة والحفاظ على مكاسبها الشخصية في العراق بالقتل تارة والخطف والاعتقال والترهيب تارة أخرى القوات الحكومية وميليشياتها لم تكتفي بقتل المئات وإصابة الآلاف من المتظاهرين السلميين بل قامت بشن حملة واسعة بدأت باعتقال جميع الناشطين في التظاهرات وتوسعت هذه الحملة من خلال قيام عناصر الميليشيات بعمليات خطف وتغييب قصري للمتظاهرين وعلى رغم من مرور نحو ستة أشهر على اندلاع التظاهرات إلا أن مصير العديد من الناشطين والمتظاهرين لا يزال مجهولا حيث أكد أهل المختطفين أنهم يأسوا من الجهات الحكومية ووعودها في كشف بصير أبنائهم وبدأوا بترق أبواب أكثر تماسل مع المختطفين من خلال التواصل مع نواب وقادة في الميليشيات لمعرفة مصير المغيبين الناشط والمحامي علي جاسب الذي اختطف بداية شهر تشين الأول الماضي إثر مشاركته في التظاهرات في محافظة ميسان أحد المختطفين الذين لم يختلف حاله كثيرا على العشرات من الثوار الذين تم تغيبهم بطرق غامضة على أيدي ميليشيات الأحزاب حيث لا يعرف ذوهم أي من المعالم الواضحة عن طبيعة أماكن اختطافهم ووضعهم وهل هم أحياء أم أموات بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي من جانبها حذرت من وجود عناصر مسلحة تعتدي على المتظاهرين والصحفيين وتقوم بخطفهم وتهديدهم بالموت في الوقت الذي أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعرض المتظاهرين المختطفين إلى أبشع أنواع التعذيب والترهيب على أيدي القوات الحكومية وميليشياتها وبالرغم من أن كاميرات المراقبة وثقت أغلب حملات اختطاف الناشطين والمتظاهرين في العراق والتي تمت جميعها بسيارات حكومية تابعة للميليشيات إلا أن الحكومة من جانبها لم تعترف بوجود هذه الحملات بل لجأت في كثير من الأحيان إلى تكذيبها ترجمة نانسي قنقر